السلام عليكم جماعة ده فيديو إجزيميليشن الني والصالد از يوجول هنبدأ بالستاند كالعادة استاند، لك، فيل، موف والحاجات الالسبيشيالات اي حاجة اللي هو اللي هم طبعا قلنا الجيت واحنا مجعين من الجيت دي بيه حاجة سبسيك يعني افكرين كل فيديو او كل فيديو هتشوفوه هيبقى هو راجع من الجيت بنامله حاجة سبسيك وبعد كده لاي دا ونكمل الإجزيميليشن بتاعه فانا هامل الإجزيميليشن سريع دلوقتي وعد كده نقوم بتفسير وعد كده نعمل الإجزيميليشن سريع تاني فانا هده ستاندينج البيشن ستاندينج ابص من قدام هشوف السكين سكار سويلنج أتروفاي بيرترانتفونج الحاجات الالسبيشيال اللي متنساش في الني هي الكيو أنجل الالينمينة والفيروس والبالجس بتاع الني والبرونيشن بتاع الفوت والباتيلر هل الباتيلر سبلاكسد مع الاكستنشن ولا لا هده هبص فورتوسائد مين لي ببص على الريتن على الني ابص على الويستنج متاع الكوادرسيبس الويستنج متاع الجستروتنيميا هده هبص من وره هده هبص على الويستنج ببص على الهيط هل في فلات فيت هل في فالجس هيل بعد كده بدأ أمشي العيان أشوف الجيد وهو مرايح مين لي طبعا هده هبص على الجيد تبقى مركز على البيئر الثرست والفالجس ثرست وفيه حاجات بتبقى قرير شوية زي الهايبر اكستنشن ثرست وتبقى دين ليها بعض حالات وهو بقى راجع وهو راجع أبص على الجيد بدل بقى مبدأ هنا الحاجة الاسبيشيال ان انا مانسهاش ان بقين انا مبص على الباتيلر منسهاش عمل البيتون سكورن لان بيبقى من الحاجات اللي لازم اللي معلق عليها لو انا عنده هاي باتيلر هعمل بقى البيتون سكورن اللي هم التسعة سكورن التسعة بايد يدلنا عليهم ان هو هايبر اكستنشن على القلبه عن ناحيتين هايبر اكستنشن للني على الناحيتين وانه يبدأ يوطي اوطي على الاخر والني اكستند يحاول يمس الجراون بالبن وبعد كده البيتون سكورن انا بعمل هايبر اكستنشن على البيتون وهو عمل ابوكشن على الميتر الفيل الضرب بعد كده ببدأ اقعد العين وهو قاعد احنا قلنا في السباين والباك وننبص وراء هنا بقى انا حبدأ ابص على البتيلر هبدأ ابص لا وهو الاول وهي اثنين هبدأ ابص على البتيلر هل فيها جراس شوبر ساين اللي هي هال سبلاكس تلاترير ولا لأ وبعد كده ابدأ اعمل اكستنشن اكستنشن عشان ابدأ اشوف الجي ساين ثاني وبعد كده ابدأ انايم العين نام الناحية مثلا هتطلد ان هيا مشكلة عندها في الناحية دي بعد كده انام ابدأ اعمل بقى احنا خلصنا اللوك وخلصنا الحاجات الان ماشا هبدأ اعمل الفيل والموف الفيل هنا فيه 2 بوينت مهمين جدا وهبدأ اشوف البيترنس وعندنا الفيوجين وهبدأ افحص الفيوجين بديتيل دي ضحكوا بعد كده اخلص الفيل هبدأ اعمل الفيوجين بتاع الفلكشن وهقيس الزاوية بتاع الفلكشن بالجونيومتر وهبدأ اعمل الفيوجين بالجونيومتر وبعد كده بابدأ اشوف الاسيئيل المنسكاي وخلافه وما ننساش بعد كده خالص البتيلة البتيلة بابدأ اشوف البتيلة ترانسليشن تست وابدأ اشوف البتيلة وفيه ترانسليشن تست وفيه ترانسليشن تست بالنسبة لي حاجة بس هأكد عليها ومخطص ما ننساش ان وما ننساش ان عندما يكون الحالة جاية بابدأ اشوف البتيلة كنت ترى الفيوجين وتنائم العيام برون وتعمل 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 وتشوف 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 اي سكارز اي 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 موجودة ابدأ اشوف والكيو انجل لما يجي احسبها بقوم جاي بالجميونتر بتاعي وبحط دي على البتيلة هنا وبحط ده وده رايح لي وابدأ احسب الكيو انجل بتاعي تقريبا 10 درجات في الميل ابدأ اشوف فيه 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 ومن الباك نفس الكلام مفيش في جديد بابدأ ابص على الجيت بتاعت البشينت الجيت بتاعت البشينت ممكن يبقى فيها ثورنا كده النعيان هو بيعمل تلتجي وهو يبقى فيه ويبقى فيه يجب تلتجي تلتجي ويبقى فيه تلتجي 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 او تلتجي 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 ويأتي الانتيريور ويأتي الانتيريور للني ما يقدرش يعمل اكسينتر الكنتراكشن على الكوادرس بسقوة ديود وبين فتقوم دي راحة منه كده ده الاكسينشن على الواضع ده فببدأ اعلق عليهم وبعد كده والعيان راجع ابدأ زي ما قلنا اشوف البيتون اللي هم اللي احنا اللي حدنا عليهم اقعد العيان لما اقعد العيان بابدأ اعمل اكسينيشن للباتلة هبدأ اشوف هل الباتلة بوينت انجلاترال ولا لأ دي بيسموها جراس هوبر ساين جراس هوبر ده اللي هو السحلية بتبقى عينيها بصة لبرا كده يعني يبقى عينيين بصين لبرا طبعا كده نحن نشوف الباتلة واحدة هنا واحدة هنا بعد كده طبعا والعيان كان ماشي باشوف الانجل زي ما قلنا علشان اشوف الروتيشنال بروفايل ده مع البيت هفرد الرجل واشوف الجي ساين نيجادف طبعا انزل الجي ساين معناها اي بقى اطلع مع الفول اكسينشن اقلقى الباتلة هوب رحت لطرا ومع الفيليكشن اتني اقلقى هوب نزلت جوه فهدها علامة الجي اه طبعا الجي مقلوبة تمام اشوف الجي ساين هي موجودة واحدة لا اه بعد كده ابدأ انايب العيان واكمل بقى الفيل والموف الفيل طبعا لو العيان في الفيوجن ودي حاجة بقى سجنيفكن بالبديل فيل هنا بيانتهز بالفيوجن بيانتهز بالسينوفيال تيكننج بيانتهز بالجيرث هنا اشوفه ويمتاز بيانتهز بالتيندرنس اول حاجة عشوفها الافيوجن مبدئيا انا مفروض بيان اسبيكشن اعرف ان فيه افيوجن اول افيوجن ديبقى ان فيه موجودة في الفلانكس دي الفلانكس بتاعت النية اللي هو الجاترز لما احنا نجيخش بالمنظور الميديا الجاتر واللاتر الجاتر فاول صن ديبقى فيه فولنس لي الفلانكس انا عندي تلاتة اجزاميناشن ليه الافيوجن على حسب المايلد والمودرت والسيفير لو فيه مايلد فالافيوجن عادة باي جرافيتي بيبقى نازل في الفلانكس هنا فبقى فيه فولنس الفلانكس فانا علشان احسه بعمل حاجة اسمها سوايب تيست سوايب تيست ده بقى ايه يعني فيه فيه طريقتين فيه فيه الطريقة الاولينية ان انا اسحب من فوق اي فيوجن موجود في السوبرا باتيلر بوتش وانزله وبوش من اللاترل للميديل واحسه هنا فدي طريقة ان انا احسه الطريقة التانية ان انا ابدأ ازقه الفوق واحسه هنا تمام ده كده رقم اتنين الباتيلر اه تاب تيست باتيلر ده ده في المودرت افيون ان انا ببدأ ازق الفلود من السوبرا باتيلر بوتش ينزل تحت فالباتيلر تعلق ابدأ اخبط عليها كده هون فاحس بالباتيلر بتنزل تخبط في الطريقة وتطلع تنزل تخبط في الطريقة وتطلع ده اسمه باتيلر تاب تيست التالت بقى البالوتمنت او الثريل تيست هو طبعا الفيوزن سيفير فبالتالي انا مجرد ان انا ما اخبط من هنا بحسه الناحية التانية او اخبط من هنا بحسه الناحية التانية ده التلاتة بتوع الفيوزن انا حسب الجريد بتاعتنا رقم اتنين خليك زي ما انت ابدأ اشوف الجيرث يبقى رقم اتنين اشوف الجيرث الجيرث باجي تقريبا من تمانية لخمسشر سنطي فوق الباتلة وابدأ اشوف ايس هي قد ايه وايسها بالنحية التانية ليه من تمانية لخمستاشر عشان يكون بتاعة الاربعة مصرز موجودين لما تحت كده ممكن يكون التنديناس بار رقم ثلاثة يبقى دي كده قلنا الجيرث رقم ثلاثة نبدأ ان نتكلم بقى على البوينتس او التنبريتشور بقى تشوفها دائما تشوفها تبقى تشوفها عشان يقوي كله هين البوليبرومنس بقى اللي عندك تبدأ من تيبيا تيوبركل تطلع على الباتيلر تندن طبعا هنا بقى الاسجوتشلاتر هنا باتيلر تندنايتس هنا الجوهانسون لارسن سنبروم هنا الكوادرسوف سندنايتس هنا لو فيه بريباتيلر بيرسايتس او حاجة هنا السوبرا باتيلر سينوفيال تندرنس هنا بقى عند اللاترال جوينت لائن بناخده للاخر والنحية التانية بنجيب الميديا الجوينت لائن بناخده للاخر الميديا الإبيكندايل البسانسرنس ونيجي هنا للاترال للهيد فيبيولا للبيسيبس فيموريز ونيجي بقى على 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 نبدأ نحس من هنا فبقى احنا كده عملنا بلبيشن لكل البونيبرومنس ده كده بالنسبة للفيل نبدأ نخش بقى على الموف الموف عندنا هنا هو نبدأ نفرد على الآخر ونشوف نحط الجنيوب طبعا هي مفروضة على الآخر نفترض ان هي نفترض ان هي اخرها في الفرد كده فنبدأ نشوف بقى الاكستنشان بتاعنا الاكستنشان بنقيسه ازاي في ناس بتعلق علي ان هو مثلا مينس 15 ديجري في اكستنشان فتبدأ تقيسه ازاي تبدأ تقيسه ان انت تحط دي على امتداد دي كده ودي كده فانت كده مثلا عندنا كم عندنا اه تقريبا عشرين درجة. تمام? اه يبقى احنا مينس عشرين. يبقى تقول فليكشن ديفورمتي مسلا عشرين درجة او يبقى احنا ما نقول مسلا دي فليكشن توقع عشرين درجة او مينس تويت دي دي جريز اكستنشن. ما كانتنا نعمل عن الفليكشن. الفليكشن ممكن يتقاسي اما بالجونيومتر. بنحط دي كده ونقيس. يا اما بنقول المسافة من الهيل للبطك قد ايه. طبعا نفوت ايس على الناحيتين. وموت ايس اكتف علشان انتشوف الموتوربعة. نبدأ كده بالنسبة لي الموف افللت شوي. بعد كده بدأ نقش على الوزطلللللللللاللمBE 함نشوفل ابدا ايسر في بعض الحالات. فانا اخدهم بقى واحد واحد بالنسبة لي الاسيئل the most sensitive is the lackman test the lackman test ان انت بتعمل عندنا الاسيئل two bundles andro media bundle andro media bundle andro media bundle andro material andro material andro material andro material andro material so there are 30 degrees on divert 30 degrees burt here we can see on Taste integral this is related to the lackman test okay رقم اثنين الانتيريو درور تست ان انت تقوم تاني الرجل تسعين درجة تقوم نثبت الرجل اي ان كانت الطريقة انا انا برتاح ان انا ثبتها كده مهم جدا في الانتيريو درور والبوستيريو درور ان انت تتأكد ان التيبيا is in normal position in relation to the femur اول حاجة تعملها سبعك يجي على الانتيروميديا الاسبكت of the tibia هنا وتتأكد ان في حاجة اسمها step off يعني step off ان التيبيا اهي بتطلع فوقها تروح ولا سنتي تخبط في الفيمر فالتيبيا is in normal position in relation to the femur فكده التيبيا is in normal position in relation to the femur يبقى اقضى رئيس the translation of the tibia من ال position ده فانا ابدأ احط ايدي ورا التيبيا وازوقها لقدام ما بتجيش معي يبقى ده normal لو بتيجي معي اقل من 5 grade 1 15 grade 2 اكتر من 10 grade 3 طيب نفترض ان step off ده مش موجود يعني انا حطيت ايدي لقيت التيبيا flush مع الفيمر معنا كان التيبيا is in relation to the femur فده indicate the posterior instability من الPCL يبقى ده كده بالنسبة ال anterior draw التست التالب بتاع الACL ده most specific وده المسؤول عن الrotation وده بيتعمل عشان يتعمل وتبقى ضامن الرزالة بتاعته it's better ان هو يتعمل under anesthesia اللي بنسميه pivot shift test pivot shift سؤال شهير يعني ايه pivot ويعني ايه shift بصيلي كلمة pivot shift يعني ايه pivot ويعني ايه shift ال pivot يعني نقدر نسميها falcrum الحتة اللي بيحصل عليها center بتاع الترانسليشن ال shift معناها موشن ويبقى shift test عشان تفهم وليس تكون فهم البرينسبل الذي انا قوله البرينسبل الاول ان اللاترالتيبيا البلاتو is convex واللاترالفيمورالكنديل is convex وبالتالي لما انا ابوش حاجة convex على convex فبيبقى unstable فبالتالي لما يبقى ال ACL المقطوع وال ACL المفروض يمنع ان التابية تطلع لقدام فانا لما اعمل ظلجس وزوء اداء على ده فالتيبيا تقوم تسابلكس انتيريوري لاترالي ده الكونسيبت الاولين الكونسيبت التاني ان ال اليوتيبيا البند اللاترال الاكشن بتاعه يختلف على حسب ال position of the knee لما يكون ال knee in extension فال اليوتيبيا البند بيبقى anterior ال center of rotation of the knee فبيعمل extension لما ال knee تنزل بعد الثلاثين درجة ال اليوتيبيا البند بيجي ورا center of rotation of the knee فبيعمل فبيختلف الميكانيزم بقى اللي احنا بنعمله هنا ان احنا بنعمل ايه فكز بقى معين طبعا لازم من ضمن ال pre requisites ان انا يكون عندي intact medial collateral ligament وليه يكون عندي intact medial collateral ligament لان زي ما احنا قلنا شوية هو pivot shift فين ال pivot؟ ال pivot هو ال midial collateral ligament انا بعمل vulgas فال vulgas لازم يكون بص بقى معين فانا بعمل vulgas فال vulgas لازم يكون مرتكز على حاجة تايت هنا علشان يخلي اللاترا ال condyl وزوفيمر واللاترا tibial bilato uneven فال tibia sublux anterior فايه بقى اللي انا بعملوه؟ رقم واحد extension ليه extension؟ عشان اخلي ال اليوتيبيا البند extensor فيزوق التبية anterior رقم اثنين vulgas ليه بعمل vulgas؟ علشان اعمل فالكرا مع medial collateral ligament فخلي التبية تزوق على الفيمر ال convex والتيبية تخلع anterior يعني انا في الوضع ده كده في الوضع ده واعمل internal rotation ليه بعمل internal rotation علشان خليل تبية البند فانا بعمل internal rotation وبعمل vulgas وبعمل extension يبقى التبية دلوقتي سبلكسد او سبلكسد سبلكسد انترلاترال بابدأ اعمل فليكشن 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 اول معدد 30 درجة طبعا ايه اللي حصل الوقت تبية سبلكسد لان الاس اي اللي مقطوع اول معدد 30 درجة ال اليوتيبيا البند يرجع ورا center of rotation فيزوق التبية يعمل لها reduction مكانها تاني فتاني هون يبقى vulgas external rotation و extension وابدأ اول اعمل فليكشن 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 فمعنى كان التست ده هيبقى negative لو العيان شادت عشان كاذا اعمل يفضل طبعا هايبقى negative لو الميديا كلاتها اللي جميلة مقطوعها فهيبقى false negative لو الميديا كلاتها اللي جميلة مقطوعها اه طيب دول كده التلات تستاب بتروح الاسي ال لما تعمل اسي ال تست لازم تعمل عبوستراتر لذلك انا هقولوا معاه ولكن هنسيبوه للاخر يعني الاسي ال هتعمل معبوستراتر لان تقريبا نسبة 10 في مرحل الاسي ال بيجي معبوستراتر خش بعد كده عن الاسي 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 ال برضو العيون سوباين زي ما هو عندنا كذا تست التست الاولاني بصتير الدور بتجيب 90 درجة انتبدأ تزوق برضو تاكد ان التبية بتاعها مظبوط عادة هتلاقيها سقطر ورا يعني انت عادة هنتلاقي ساجد. فده الحد دا اسمه تستة اللي هو بص في ساجسان. رقم اثنين بستيريور رقم اثنين قواترسفس اكتف قواترسفس تستة. اننا بثبت كده واقول للعيان شد القواترسا شد العضلة دي. فببدأ ابص هنا ريح طبعا لو مقطوع بتبقى الكوادرسيس بتشد التبية قدام فاشوف هنا التبية بتطلع قدام وبترجع اعمل تاني ريح طبعا هو نيجاتف هنا ده اكتف كوادرسيس رقم تلاتة هنشوف بقى البستيريو دروير خلاص قلناه وماشي فيه برضو هنا من ضمن الحاجات اللي بتفرق بين البيسي ال والبسترولاترال هو البستيريو دروير في تسعين درجة وفي تلاتين درجة البستيريو دروير في تسعين درجة ولا تلاتين درجة البستيريو دروير في تسعين درجة مين لي مع البيسي ال whereby 30 درجة ولا تلاتين درجة but tolera هنحش بقى بعد البستيريو دروير تسيت فيه كذا تسبيه بواسترولاترا تسيت اول حاجة منهم اسمهykستانشان ريكار فيتم تست بسبب لي ان انا ارفع دي لفوق هلاقي التبيةykستيريو راتيت اكستيرنا سيتم بدخلنا في كارفيتم ده رقم واحد. رقم اثنين هبدأ خش على البستيريو دروور في تسعين درجة. اما لاقي بس بيهفضل هنا اكس راي. لما اعمل اكس راي في الوضع ده وعمل بستيريو دروور في تسعين درجة. ألاقي التيبيا رجعت ورا اكتر من 12 ميلي ده بقى انتجيت بي سي إل مع بستيريو لاترال. اقل من 12 ميلي ده بقى انتجيت بي سي إل بس. وبرده اعمل البستيريو دروور في 30 درجة. المستستفى بقى لي البستيريو هو الديال تست. الديال تست ممكن يتعمل سوبين والأفضل انه يتعمل برون. الديال تست ده عبارة ايه؟ انا بقيس الركيزيو دروور في تسعين درجة. فلو عملناه هنا. بس انا بصراحة بتعمل في 30 درجة. هو يتعمل في 30 وتسعين. 90 انديجيت بي سي إل بس. 30 انديجيت بي سي إل مع بستيريو لاترال. فاحنا بنقوم عندي الركيزيو دروور وطبعا اجيب الجونيومتر. طبعا هو مشكلته هنا ان انا مش هعرف إيس كويس. عشان كده الافضل انه يتعمل برون. وإيس الناحية التانية. فالافضل انه هعمله برون. لفتوا بعد ازناء. بالقوم جايين. اليبين دي كده. رايح نفسك. رايح نفسك خلص. عمليه الركيزيو كده. في 30 درجة. واجيب الجونيومتر. وإيس الركيزيو بتاعي. تمام؟ وبعد كده اجي الناحية التانية. اعمل 30 درجة. فليكشن. وقيس الجونيومتر بتاعي. طبيعا هنا الركيزيو يبقى زي هنا اوزن 10 درجات. لو اكتر من 10 درجات فرق. يبقى ده في بوسترولاتر الانشين. وبرده ممكن نعمله في فليكشن 90 درجة. وقيس برضه الروتاشن. بس هنا انديكيت بي سي ال مع بوسترولاترال. مش بوسترولاترال بس. يبقى كده ده بالنسبة دي. البوسترولاترال. النسبة عندنا بقى. والميديا كولاترال لجيمنت. والميديا كولاترال لجيمنت. احنا بنقوم تانيين. فليكشن 30 درجة. علشان نعمل انلوكينج للني. وبعد كده ابدأ اعمل. البالجس سترس. وابص هنا. اشوف هي بيفتح. خمس درجات. خمس عشر درجات. اكتر من عشر درجات. هي بصراحة تتحسب رفلي كده يعني. الحاجة التانية. الفيروس. ان احنا نقوم ما عمليه. فيروس سترس تست. وكومدير باليتش سايت. ده بالنسبة لي. الميديا كولاترال كولاترال كولاترال. وبالنسبة لي. الاسي ايل والباسي ايل. يبقى عندنا هنا. المنسكاي. عندنا الماكموريتست. وده. جيد Double. لكنه. اي حاجة عاملنا. أستريا ارترياتس منسكاي. اي 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 امكان. هيعمل. بوستر الماكموريتست. او. هنروا عاملين فيلكشن. الامور سنسترس توجه. العامل فيتعمل. وهنا نروا عاملين فيلكشن. ونقوم عاملين. حطينا اليدين على الجوينت لاين. ونبدأ نعمل روتايشن. ميديا. ولاتران. واكستنشن. ونحس الكليك ونشوف هل في جوينت لعين تندرنس وليلا الابلي تيست ده بتعمل برون نحن نقوم عاملين فريكشن للميه ونقوم عاملين روتيشن نخش بعد كده على الباتيلر تيست بقى الباتيلر تيست اللي عندنا ودي يعني ممكن الحالة تكون من الاول انت عارف ان انت داخل على حالة باتيلر انستابيلتي فانت من الاول هتعدل شفاية حاجات ما ننساش ان في الستان نعمل بيوتون كاريتيريا ما ننساش نعقل على الكيو انجل ما ننساش نعقل على الجي ساين وكلاس وبر ساين ما ننساش بقى ونحن جايين هنا نبدأ نشوف الباتيلر ترانسليشن تيست ده ونهي اكستندد بامسك الباتيلر كده وابدأ احركها ميديا الولاترال طبيعي ان انا بقسم الباتيلر أربع كوادرانت المفروض ان الباتيلر تتحرك ميديا الولاترال أكتر من وان كوادرانت أقل من تو كوادرانت دي حاجة انا بحسها بعيني سبجيكتف لي فالطبيعي ان هي اكتر من موان كوادرانت وقال من تو كوادرانت رقم اتنين ببدأ اشوف الابرهنشن تيست ده تست بينفول وبعض الناس بتفضل انها متعملوش ان انا طبعا عيني هتعيني كده عيني بصة على العيان مش بصة عندي هنا ابدأ اعمل بلاترال ترانسليشن ممكن يتعمل في فليكشن 15 درجة وممكن يتعمل في اكستنشن اكوردنج لي الكنديشن متاعتنا وابدأ اشوف لو العيان فيلنج ان السبلاكسيشن هيحصل بقف وده بصدر الابرهنشن تيست فيه برضو بانفول تيست للباتيلوفيمرار ايثوريتس اسمه كرانك تيست وده بقى بانفول يعني برضو بفضل انك متعملوش الا يعني لو انت مزلوك او انت بتعملو ان انت بتعمل ايه بتقوم حاطة يدك على السبيري بولك زابتيلة ومثبتها وبعد اتخلي العيان يعمل اكتف كنتركشن للكوادرسيبس جامل شدي جامل فلو فيه باتيلوفيمرار جوينت ارثوريتس بيحصل بقى بس انتبال نازم تحظى العيان ويفضل ما يتعملش لو بقى او اخر حاجة بقى ما ننساش ان احنا خلاص خلاصتا الكلام ده كله وانا الوقت اشكيت فعلا المشكلة باتيلوفيمرار عندي بوسط في جي ساين وعندي كذا 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 بخلافة وقمقلب العيان برون برون خلاص الفصلة وبدأ اشوف الرنج او موشن عي وكسترنا سبقل ده كده وابدأ اشوف الانترنا روطة تمام وابدأ اشوف الترنامع وبعد كدة اشوف شي transplant العظيم انه بحط اليدي التحطاب حيثة وابدأ اعمل انترين الروتيشن لغاية لما الجريتر يبقى لاترال او المجريتر يبقى لاترال معانا كده ان دي هي تجريه في انتبيرشن بتاعت النك ده اسمه كريج ساين او ريدر ساين وعملنا الروتيشن وبعد كنا نتكلم بقى على الهيل باي سيكتور المفروض ان الهيل باي سيكتور طبعا يجي ما بين الساكند والثيرت تمام؟ ده نورمان، بعد كنا نتكلم على الفوت تاي انجل الغيانجل والترانس ماليولر ثايانجل ده ده كده مع ده ده بنسبة لي الاستهيدي روتشنان بروفايل لابن كده خلصنا ليه إجزامنا فأنا برضو هعمل سريعا كده إجزامنا لابن نزول دي خط هستري بعد ان اخذ حصول محصول 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 عازدنا عذر حذار محصول سريعا وطنienza بالإجراء والحظور من عهتي when my hand and start by looking from the front-side and back looking for barriers for the Syngia ،Pfunاطb�ل ! o izquierinnen and medium manurail there is no deformity or hyper prayer and look from the side there is no friction deformity no spinal milhões ل проблемы بزم مستخدمة من الباستير المساوز ماندا مع السوق من الممادات إذا كان العرض تقوم بالدعم الوكس ولم تقوم بالدعم الاختلال التقوم الثالي اي lieu من الغحة العودة بالتعالي الذي سأندت على المنظمات في الجميع والتباة التباية أعاد المخلق من السيارة الثلاثية من الجميع و الوحيد حتى أعاد الوحيدات بلأسف القرية فأنا أجل الآن بلسطاق بلسطاق مهتم بلسطاق 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 نعم سوف تريد من المساعدة مهلاً لا يمكنك نقوم بسيطة بخير سألتك سألتك أمان فهو أي سنع 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 فهو مهلاً سنع 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 سألتك سنع سنع فهور 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 والمساعدة لا تحديث لا تحديث لا تحديث لا تطلب التدام بالتدام أيضاً سأرى السلطة الأساسية 10 سمت تأكد من التدام معناه السلطة الأساسية أرى الآن سأرى السلطة الأساسية تحويل المدونات والأساسية والمدينة واللطار 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 This answer is here and the biceps femoris and the head fibula, nothing abnormal. I will now proceed, there is no, the temperature is fine. I will proceed with the ligament examination, the Lackmann test, the anterior drawer test, the posterior drawer test, the pivot shift test. Posterior drawer in 30 degree, mediacullateral ligament virus, lateral colateral ligament virus. سأجهد الآن المحرور من التأثير أجهد الآن التأثير الغمانات التأثير وهادة تقدم المحرورة السيطرية المقبل العمر أسفن أجهد الأطفال سيدة البحيام السيطرية الجعوجية السيطرية جدا سأجهد الآن يجب أن أفعل الأحفات الآن التأثير على المنسك سأكون the dial test for the inflection 30 degrees and 90 degrees for the posterolateral okay I will now complete the rotational profile turn rotation and external rotation the Craig sign the anti version the heel bisector the foot thigh angle the foot and the transmedular thigh angle and the foot position angle I already has a idea about so thank you